في حلقة اليوم سوف نتحدث مع حضراتكم عن حركة الجنين في الشهر التاسع سوف نوضح ما هي أسباب قلة حركة الجنين في الشهر التاسع وما هي إنعدام الحركة وما هو تباطئ حركة الجنين وما هي الحركة الطبيعية للجنين وكيف يمكن مراقبة حركة الجنين تابعونا للنهاية سوف تحصلون على المعلومات المهمة المتعلقة بحركة الجنين في الشهر التاسع قد تشعر الأم باختلاف في حركات الطفل في الأشهر الأخيرة من الحمل وهو أمر عادي لكن ذلك لا يعني أن تتوقف حركة الطفل وبين الأسبوع العشرون والأسبوع الثلاثون من الحمل سوف تزداد حركات الطفل وتصبح الحركة شبه منتظمة إذ يبدأ الطفل بالنوم في أوقات محددة وغالبا ما ينام الطفل لمدة عشرون إلى أربعون دقيقة في المرة الواحدة وقد يقضي حتى ساعة ونصف في النوم ولن يتحرك كثيرا خلال هذه القيلولة ويكون الأطفال أكثر نشاطا في فترة ما بعد الظهر والمساء ويصل نشاط الطفل إلى ضروته في الأسبوع الثاني والثلاثون من الحمل ويزداد عدد الحركات التي تشعر بها الأم كل يوم في هذه الفترة تقريبا ويستمر الطفل بالحركة بصورة أكثر انتظاما حتى نهاية الحمل إن حركة الجنين يمكن أن تتباطأ مع اقتراب انتهاء الحمل إذ يشير انعدام حركة الجنين إلى وجود مشكلة ما وتكون حركة الجنين في الشهر التاسع كالآتي أولا مرحلة انعدام الحركة وهي افتقار الطفل التام للحركة ويعد ملعاة للقلق وحينما تشعر الأم بتوقف الطفل عن الحركة يجب التوجه فورا إلى الطبيب حتى يتحقق من صحة الحمل فيفحص الطبيب دقات قلب الجنين أو يطلب إجراء تصوير الموجات فوق الصوتية لاستبعاد أي مضاعفات محتملة مع الحمل لذلك يجب عدم التفضل أبدا بالتوجه إلى الطبيب للتحقق من صحة الأم والجنين ثانيا تباطئ حركة الجنين ويعود تباطئ حركة الجنين مع اقتراب نهاية الحمل إلى سبب بسيط ورقلة مساحة الطفل للحركة فبينما كان يتقلب ويتدحرج سابقا داخل الرحم فإنه ببساطة لا يملك مساحة لفعل هذا الآن فضلا عن انتقال الطفل إلى وضع الرأس إلى أسفل ويبقى بهذه الوضعية مستعدا للولادة وتقل حركته وذلك تقدم طبيعي للحمل ثالثا حركة الجنين الطبيعية وينصح الأطباء مرضاهم بعد ركلات الطفل يوميا خاصة طوال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل والقاعدة العامة بالنسبة للثلث الأخير من الحمل أن يكون ركل الطفل عشر مرات خلال ساعتين ويجب التنويه إلى أن حركة الأم قد لا تسمح لها بملاحظة حركة الطفل لذلك من الأفضل أن تخصص الأم بعض الوقت خلال اليوم للجلوس ومراقبة حركة الطفل ويمكن تحفيز الطفل للحركة عن طريق شعب سوائل باردة أو سوائل تحتوي على السكر وقد يكون من الصعب على الأم حفظ عدد الركلات دون أدوات أو طرق مساعدة ومن الأساليب المتبعة لمراقبة حركات الطفل الآتي أولا الاحتفاظ بمجموعة من العملات المعدنية في أحد الجيوب ونقل عملة واحدة إلى جيب آخر كل مرة تشعر فيها الأم بركلة إذا كان عدد العملات يصل إلى عشر في غضون ساعتين يكون هنا الطفل بأمان ثانيا التحقق من عدد ركلات الطفل ليست الطريقة الواحدة لمراقبة حركات الطفل إذ يمكن تسجيل وقت ركلات الطفل على ورقة وتحديد الوقت بين الركلات إذا كان متوسط عدد الحركات في نهاية اليوم عشر ركلات كل ساعتين يكون الطفل بأمان ثالثا تسجيل حركة الطفل بعد الأحداث التي تحفز حركته وعادة ما تكون لديه أنماط مثل معظم البالغين فيتحرك مثلا بعد وجبات الطعام وقبل وجبات الطعام وعندما تكون الأم في المرحاض وبعد الغفوة وعند المشي أو ممارسة الرياضة ويجب التأكد من تروين هذه الأنماط في دفتر ملاحظات إذا كانت الحركات مختلفة تماما عن المعتاد يجب هنا التحدث مع الطبيب فورا ومن الطبيعي أن تختلف حركة الطفل في السلس الأخير من الحمل ولا يعني ذلك وجود مرض أو مشكلة أو خطر على حياة الطفل أو الأم والمهم أن تدرك الأم أن قدرة الطفل على الحركة تقل بسبب نموه المستمر وبرغم من ذلك يجب أن يبدي الطفل بعض الاستمرارية في حركته وإذا لاحظت الأم وجود نزيف مهبلي أو آلام أو تشنجات شديدة بعد حركة الطفل يجب حينها التوجه فورا إلى الطبيب